تقارير الله عز وجل سترفع هذا العام تذكر أحصاه الله ونسه كم من أغنية كم من مسلسل كم من فيلم كم من نظرة عابرة مقصودة كم من رشوة كم من أكل للرباء كم من تضيع للصلاوات كم من غيبة كم من نميمة كم من سيقارة كم من تفويت للأجر كم من غفلة عن ذكر الله أحصاه الله ونسه يا رب سلم سلم نسأل الله العافية نسأل الله العافية يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحانه منتهى إليه بصر عباد الله كان السلف رحمهم الله في مثل هذا الشهر يلجأون إلى الله ويجأرون إلى الله خشعا وبكيا أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم الأعمال كانوا يبكون بكان حتى تتفطر منه الأكباد خوفا من أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم الأعمال فماذا أقول وأنا وأنت ماذا عسانا أن نقول إذا وقفنا بين يدي الله سبحانه يا رب سترك يا رب عفوك يا رب كرمك يا رب رحمتك عبد الله إياك إياك فلا تلعبن في الأمل إن الأمل طويل يا عبد الله قد أزف الرحيل وأظلك خطب ثقيل يا عبد الله لتنزلن منزلا ينسى فيه الخليل الخليل يا عبد الله لتركبن مركبا يحمل فيه الثقيل على الثقيل يا عبد الله لا تنسين يوما يفرق فيه بين الحبيب ولا يسأل بعد ذلك فيه العزيز ولا الخليل عبد الله أقبل إلى الله أقبل إلى النفحات أقبل إلى الرحمات فالله عز وجل طلك من العافية وبسط لك من الحياة ما تستطيع به أن تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى الله الله في صيام النافلة قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد صوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين خريفا أترك المعاصي جميعا وأقبل على الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا